بصي بقى يكزي معايا جدا جدا من فضلك انت لازم تسيطري الجو اللي انت عايشة فيه ده بقى وجوزي وبحترمه وبتحمل معا مسئولية وباخد رأيه انت بتهرجي ولا ايه انت بتهرجي ايش الكلام ده خالص خالص الكلام ده مش موجود انت ايه انت من ايام العصر الحجري ولا ايه مفيش الكلام ده انت امرأة مستقلة ده هو يحمد ربنا اصلا ان انت وافقتي وتقرمتي وتعطفتي وتجوزتي جو بقى انك بتحترمي وبتسعدي لا 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 انت الدنيا عندك بايزة انت كل ما فاهيمك غلط على فكرة انت لازم تسيطري بص انت تعاملي معا انه هو مش موجود خالص خالص تمام انت اللي انت عايزاه هو اللي تعمليه القرار اللي تغذيه هو ما فيش حاجة اسمها ان حد يتناقش معاك فيه اصلا انت مسيطرة تمام لازم تثبطي الاداء بقى ولا استني كده معلش معلش سويني لا ام سوري انا قصدي العكس معلش انت لغبات ما سمعش صوتك خالص خالص انتي مش موجودة تمام تحميدي ربنا قوي قوي ان هو اجاوزك ايه يا شيخة خفيقي انت بتهرجي انت بتهرجي انت عايزة تغذي وتدي معاه في الكلام كده ايه ده بتهرجي ولا ايه وبعدين ايه كلمة كرامة دي اللي انتوا طلعينلي فيها كرامة كرامة ايه مش فاهمة ايه كرامة دي جديدة على ودني بصراحة كرامة كرامة ايه وفي حاجة اسمها كرامة يعني ايه يكون عندك كرامة انت سجادة ينفضك وقت ما يحب هو كده وما تقولي ليش يعني ايه هو كده تمام اه يعني انت كمان عايزة تفضلي تعصبيه ولا تطلبي منه طلبات في اوقات غير مناسبة ومش عايزة يضربك انت بتهرجي يا شيخة حرامة عليك طبعا لازم يضربك هتقولي لي ايه هو الوقت المناسب اللي اتكلم فيها اقولك انا مش عارفة بس هو اكيد وقت مناسب ولو ما لقتيش وقت مناسب برضو خلاص انت بتطلبيش منه حاجة خالص تمام لو سمحتي كفاية بقى كفاية بتعصبيه انت خلاص حرقتي دمه مش كده يعني ايه اللي كل شوية بتشتكي واصلوا بيدربني وبيقولي كلام غلائق وايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا مش عارفة اقولك ايه بصراحة بجد مش انا حزينة حزينة فعلا مش عارفة ايه اللي انت فيه ده ايه اللي انت بتشتكي من جوزك بتشتكي منه يعني عايزاي عاملك باحترام وبأدب وعايزاي عاملك يا شيخة بما يرضي الله بنتي يعني لدك حود بقى وحود بجد بصوا فعلا فعلا بقيت حاسة ان احنا مضربين في الخلط بجد انا بقيت حاسة ان احنا عايشين في حياة انا عنافسي بقيت اسميها خلط ستايل فعلا الشيء وعكسه المفهوم ونقيده اسيطر ولا بقى مستسلمة خاضعة طب اعمل ايه حرام عليكم والله العظيم يا جماعة حرام عليكم بجد انتوا سديتوا نفس الناس يعني الناس كلاك بتتكلم على النهايات والانطلاق المفروض يكون بشكل محترم نهايات ايه هو بقى اصلا فيه بدايات هو فيه بدايات ده الناس نفسها تسدت خلاص اتقفلت من الحوار كله بجد الناس دلوقتي بقت خايفة تقدم على فكرة الارتباط والجواز لان خلاص الموضوع بقى اتحول من جوه اثري ونعمل عيلة ونشارك بعض مسئوليات الحياة ونعيش بما يرضي الله تحول لحرب وش كده حرب والبقاء للأقوى مين اللي هيفرت سيطرته مين اللي هيمشي الدنيا ومين اللي هيمسك البيت ايه ده ايه ده فيه ايه والموضوع خلاص بقيت معركة بقى الجواز مبدأوا ساحة قتال ونشوف مين فيهم يعني البقاء للأقوى يا نهار بياد ده الدنيا بازت خالص خالص مش كده يعني لجد حرام عليكو كفاية مفهيمة غلوطة يا جماعة اللي عايز يطلع ترند يعني يطلع بما يرضي الله تمام لكن ده انتو بتدمروا شباب وبنات وأجيال وأطفال على فكرة ما هو الأطفال ما هو دولتي قصة ما بقاش فيه أطفال يعني سن بقى 8-9 سنين ده قصة الطفولة دي راحت خلاص لما يترسخ عندهم الشئ وعكسه الناس دي هتطلع تعمل ايه في حياتها طب ماشي اتجوزوا وارتبطوا هيطلعوا أجيال عاملة ازاي ايه ده مفيش مفيش يعني اي اساس الناس تمشي عليه مش كده ما هو معروف من قديم الأزل ما ربنا سبحانه وتعالى قيل قيل في كتابه الكريم يا جماعة مفروض يعني يكون فيه مواد ده ورحمة معروفة دي معروفة فيه ايه يعني انا مش فهمة بجد هو خلاص يعني حتى يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى احنا بقينا نعمل عكسه لأ وشايفين بقى ان هو ده صحة وده الترند مش كده يعني وايه جو انت تلغي كرامتك ده ولا ايه ده هو اصلا ربنا ما بيرضاش بالظلمة على فكرة ما بيرضاش بكده يعني ولا الاهانة لحد اه من الطرفين سواء راجل او سيدة لأ ما فيش الكلام ده خالص على فكرة يعني لو سمحتوا ارحمونا ارحمونا معروف من قديم الأزل ان الجواز اساسه الانسانية والمواد ده والرحمة تمام والحياة عمتا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بنكمل بعض مش بنهد بعض اوكي يعني هو مش طلعين نشوف مين هيموت التاني لا ده مش موجود خالص خالص والطلاق موجود والله عادي يعني والله ناس ارتبطت مرتحتش مختلفين لما نيجي برضو نتطلق نتطلق بأدب نتطلق باحترام مش لازم المهازل الواحد بيسمع عنها دي مش كده في ايه يا جماعة الدنيا فانية والله يعني مش كده بجد فمن فضلكم ارحمونا بلاش كفاية كفاية مفاهيم مغلوطة للنيس كفاية النيس اكتقبت ونفسها تسدد بجد يعني يا رب برحمتك الغوص اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي سي يو سون باي